بسم الله الرحمن الرحيم أنت تسأل وعمري خالد يجيب وسؤال النهاردة مش جاي من الناس اللي بتبعت أسئلة سؤال النهاردة جاي من فريق العمل اللي أنا بصور معاه وإحنا بنصور طلع السؤال دوان فقلت والله ده سؤال كويس إن احنا نقوله للناس إزاي أمنع نفسي من إن أنا أحسد الناس أنا أحيانا بكون بتفارج على السوشال ميديا و ألاقي واحد ناجح قوي و يحصل في قلبي من جوة كده غيز و غل إزاي أحمي نفسي إن أنا أحسد الناس حاجة كتيرة بقى جدا تساعدك إنك تحمي نفسك منك تحسد الناس الحاجة الأولانية إن هو إيه الحسد؟ الحسد تمني زوال ما عند الناس مش تمني إن يبقى عندك زيهم إيه ده هو أنا ينفع لو تمنيت إن أنا يبقى عندي زيهم ما يبقاش حسد طبعا مش حسد و النبي اللي قال كده المؤمن يغبط المؤمن يغبط و المنافق يحسد إيه الفرق؟ المؤمن يقول يا رب و أنا كمان حلوة إيه المشكلة؟ طب والتاني يعمل إيه؟ الوحش يعمل إيه؟ يا رب يروح من عنده اللي عنده ده اسمه حسد و النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقل إياكم مش ما قالش اتقوا إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فيه نار جوه كأن النبي بيقولك أنت مولع نار جوه فعمال عمال الدنيا بتاكل من جوه ليه بتعمل في نفسك كده؟ حرام عليك اللي بتعمله كده فيبقى ديه أول نقطة إيه هو الحسد و إيه الفرق بينه إن أنا طب يا رب وأنا كمان وأنا كمان زي الفل ولا فيها أي حاجة لكن يروح من عنده؟ آه دي نقطة نقطة التانية إنت عارف يعني إيه بتحسد؟ يعني أنت بتقول له لا يا رب تقسمتك لملكك مش عادلة لا أنا ما قلتش كده لا بس هو الواقع أنك بتقول كده أنت بتقول له أنت ليه ديت فلان التقسيمة مش عادلة لا أستغفر الله العظيم والله ما قصدش كده يبقى خلي بالك أنت بتقول إيه؟ لأنه هو معناها كده المقنى الثالث عايز حاجة تنجيك من الحسد جامد عارف إيه هي؟ تفتكر اسم الله الواسع ده واسع قوي ده وسع الكون ووسع الأرزاء يعني إيه؟ يعني أول ما تشوف واحد عنده نعمة والله الفكرة دي حلوة قوي وتحس أن قلبك بدأ يغير كده وبدأت تحس بكده بحرقان شوية جوه يا واسع وسع علي أنا كمان بيحكي لي واحد إعلامي بيقول لي كنت كل مركب المحور وشوف الأول دور اللي عليها المنافس بتاعه اللي بيقدم في القنوات الفضائية التوك شو المنافس ليه فبيقول لي ألاقي في قلبي غل لغاية ما سمعت منك كلمة يا واسع وسع علي فبقيت أقولها كل ما شوف الأول دور بتاعه يا رب زي ما وسعت على فلان وسع علي بيقول لي صدقش فيت ومعدتش بتجيلي حاجة كمان تخليك ربنا ينجيك من الحسد إنك كل ما تشوف نعمة عند حد تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله طب ودي بتعمل ايه؟ كأنها سر من ربنا يزيل الحسد اللي جواك ما شاء الله لا قوة إلا بالله تدخل بيت حلو تشوف عربية حلوة تشوف مزرعة حلوة تشوف واحد معه فلوس حلوة كل الحاجات دي تعيمك حاجة أخيرة في الآخر خالص ما تبصش للي قدامك لأن في حاجات من وراء انت مش شايفها انت أحياناً بتبص على واحد تقول شايف الأبهة والنعمة والخير وولاده ومراته وفلوسه يا نهر ربي خلصت على الراجل لكن الحقيقة اللي انت مش واخد بالك منها إنه هو عنده حاجات وجعاء انت متعرفهاش انت شفت اللي بره يقول الله تعالى أما آية حلوة بشكل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه يمكن دي فتنة ورزق ربك خير وأبقى لما تشوف خير كتير عن بني أدمين قول يعني بدل ما تحسد تقول الله أعلم مشاكلهم إيه ما تمدش عينيك واكتفي باللي ربنا مدهولك حاجات كتير تنجيك من الحسد شكراً والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة